بسم الله الرحمن الرحيم استحالة إثبات إن الكتاب المقدس بالكامل مو حبيب من الله واستحالة إثبات إن الكتاب المقدس بالكامل له تمام المصداقية والموثقية فالشيخ رحمة الله هنا بيقول ولا حاجة أطيل في هذا الباب لكني أستحسن بملاحظة بعض الأمور أن أنبه على تغليطين آخرين أيضا التغليط الأول أن علماء البروتستانت يدعون تارة لتغليط العوام أنه يوجد سند لهذه الأناجيل في القرن الأول والثاني لأنه قد شهد بوجودها كليماندس أسقف روما كليماندس الروماني وأكناثيوس وغيرهما من العلماء الذين كانوا في القرنين الأولين سبحان الله العظيم في هذا الجزء الشيخ رحمة الله الهندي بيرد على ادعاء متعلق بالأناجيل الأربعة ومنهم كتبت الأناجيل الأربعة وهل هذه الأناجيل مكتوبة بوحي ولا لا وهل ليها أسانيد متصلة بنعرف من خلالها هوية كتبت الأناجيل الأربعة والموضوع ده بقالنا فترة بنتكلم عنه بمنتهى التفصيل على قناة الدعوة الإسلامية وسأضع اللينكات تحت في الوصف لأنها فيديوهات في غاية الأهمية لو بالفعل قدرنا نثبت أن الأناجيل الأربعة اللي ما بين إيدنا دلوقتي مجهولة الكاتب لم يكتوبها تلاميذ المسيح ولم يكتوبها شهود عياني وليس فيها أي ادعاء إنها مكتوبة بوحي من الله عز وجل وإن ليس لها أسانيد متصلة وإن فجأة في القرن الثاني الميلادي ظهرت ادعاءات بهوية كتبت الأناجيل الأربعة وهذه الادعاءات فيها الكثير من المشاكل وبالتالي تسقط من ناحية الشهادة التاريخية وليس لها قيمة ثم إثبات إن الأناجيل بالفعل ما بينها وما بين بعض تناقضات وأغلاط وأخطاء وحاجات زي كده بما إننا أسقطنا الأناجيل الأربعة يبقى إحنا أسقطنا المسيحية قطعا ولا شك فيه فيديو مهم جدا جدا اتكلمتي فيه على إن الكتاب المقدس والمسيحية متقابلين لو سقطت المسيحية يسقط الكتاب المقدس لو الكتاب المقدس سقط يسقط المسيحية فالشيخ بيبدأ في الكلام عن التغليط الأول إن السند المتنازع بيننا وبينهم السند المتصر لازم نبقى فاهمين قطعا ولا شك إن المسيحيين تأثروا بدعوات المسلمين الإسلام عامل كده زي الشمس التي أشرقت فأنارت الدنيا وأزاحت كل الظلمات العالم كان عايش في ظلام دامس عملين يتخبطوا في بعض ومش دريانين بأي حاجة ومش قادرين يفرقوا ما بين الحق والباطل فالإسلام ظهر كالشمس في رابعة النهار وأضاء كل شيء علم الناس إزاي يعرفوا الحق من الباطل وإزاي يستوثقوا من كتابتهم المقدسة وإزاي يتأكدوا إن النبي ده فعلا النبي صادق من عند الله وإزاي يتأكدوا إن الكتاب ده فعلا موحى به من الله والناس قطعا ولا شك تيقنت وأدركت إن هذه المعايير الإسلامية في إثبات صدق نبوة أي نبي وفي إثبات مصدقية أي كتاب وإزاي نعرف هل هو موحى به من الله أدركوا إن ده كلام عقلاني ومنطقي وواضح جدا وجلي وإن المسلمين لما بيقولوا الكلام ده فهم ما عندهم حق وبالتالي بصوا على الإدعاءات اللي المسلمين بيدعوها وقادرين على إثباتها وإدعوا زيها في حق كتبهم أنتوا بتقولوا إيه فيما يخص الكتب المقدسة إن احنا لازم نكون عارفين من الذي جاء بهذا الكتاب ولازم نكون عارفين هل كان نبيا بيوحى إليه من الله ولا لا ولازم نبقى عارفين هل هذا الكتاب أنزل عليه بوحي من الله عز وجل ولا لا وفيما يخص انتقال هذا الكتاب من جيل بعد جيل إن لازم يكون فيه سند متصل يضمن لنا سلامة نقل الكتاب منذ بداية وجوده إلى يومنا الحالي كل ده موجود عندنا في المسيحية هم ادعوا ده لكن للأسف الشديد المسيحيين اتعودوا إن هم يستخدموا بعض المصطلحات الإسلامية وهم مش فاهمين المصطلح ده معناه إيه تحديدا ولو كانوا فاهمين المصطلح ده معناه إيه تحديدا ما كانوش استخدموه في حق كتبهم وديانتهم لما بنيجي نتكلم عن علم مصطلح الحديث ولما بنيجي نتكلم عن الروايات المنقولة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنقول إن الأحاديث دي بيبقى ليها شقين أو كسمين حاجة اسمها السند وحاجة اسمها المتن والمفروض إن المسلمين عارفين الكلام ده لكن أنا بوضح الكلام ده لو فيه شخص مسيحي بيسمع أو المسلم ياخد باله من الكلام ده لما يجي يشرحه لشخص مسيحي المتن أهم حاجة وما ينفعش نقبل أي رواية أو أي نص أو أي متن من غير سند السند ده عبارة عن سلسلة الرجال وبالتالي سلسلة الرجال بيحوي في معناء الاتصال يعني إيه؟ يعني الخبر ده أو الرواية دي منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ده المتن ده الحديث ده النص فبيبقى له سند السند ده سلسلة الرجال ولما بنيجي نقرأ السند في كتب الحديث بنلاقي إن أول السند هو آخر شخص بلغ لنا الرواية يعني الإمام البخاري كتب هذا الحديث الإمام البخاري عارف الحديث ده منين؟ ده أول واحد بيكون في السند فده بيكون شيخ الإمام البخاري معلم الإمام البخاري أستاذ الإمام البخاري أو أيا كان المصدر اللي الإمام البخاري تعلم منه لازم طبعا بيكون شخص معاصر له هو قابله بالفعل وسمع منه وتلقى منه العلم في معلومات تاريخية كتير متعلقة بالموضوع طب الشخص اللي علم الإمام البخاري هو تعلم من مين؟ لازم برضو يكون شخص معاصر له وتقابله وسمعه من بعض وتعلمه من بعض وهكذا طب اللي قابليه صحابي كان معاصر للتابعي اللي بعده سمعه من بعض وتعلمه من بعض والصحابي سمعه وتعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو من صحابي تاني أيا كان ففي بعض الأسانيد الطويلة وفي بعض الأسانيد القصيرة المهم إنه بيبقى سلسلة متصلة من الرجال كل اتنين كانوا معاصرين لبعض وسمعوا بعض وتعلموا من بعض وشافوا بعض بعد كده تمسك اللي اتنين التانين واللتنين التانين واللتنين التانين واللتنين التانين ولازم طبعا يكونوا متصفين بالصدق والعدالة والأمانة وايضا جودة الحفظ وهكذا الصفات اللي المفروض تكون موجودة في الشخص علشان لما يعلمك حاجة ويقولك خبر يكون جدير بالتصديق من هنا بنقدر نفهم ان الموضوع مش بسيط والموضوع مش سطحي وان المسلمين لما بيقبلوا خبر واحد بيبقى عندهم سند متصل والسند المتصل ده مش مجرد عبارة عن بعض الاسماء المرصوصة ورا بعض وخلاص لان التاريخ علمنا ان فيه ناس والضاعين كذابين كانوا بيخترعوا اسانيد زي الشيعة بيخترعوا وبيكذبوا فبيبقى فيه عندنا علم الرجال وعلم الجرح والتعديل علشان نعرف الناس دول مين وهل هم اشخاص جديرين بالتصديق ولا لا الكلام ده برضو بالنسبة للقرآن الكريم لكن القرآن الكريم منقول بالتواتر اعلى درجة من درجات الثبوت في نقل الاخبار وبالتالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرأ في وسط صحابة مجموعة من الصحابة سمعوا منه وحفظوا عنه كل واحد من هؤلاء الصحابة بيقرأ على مجموعة اخرى يحفظوا عنه وينقلوا عنه وهكذا جيل بعد جيل في جمع عن جمع بحيث يستحيل تواطقهم على الكذب والناس دي برضو مش بيبقوا مجرد اسامي بيبقى فيه عندنا التاريخ والتراث الكافي ان احنا نعرف مين ده مين الصحابي ده اللي في اوائل السند اللي سمع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ومين تلاميذ هذا الصحابي وصولا الى يومنا الحالي بمجرد ما تدرك هذه الصورة بتدرك ان الموضوع محتاج تاريخ كبير وضخم وتراث كبير وملئ بالمعلومات ولما بتدرك ده بتدرك ايضا بما لا يدع مجلل للشك ان مستحيل المسيحية تكون كده يا راجل فيه خلاف ما بين الانجلين اللي ذكروا اسماء التلاميذ الاثنى عشر مين هم التلاميذ الاثنى عشر فيه خلاف اغلب اللي احنا نعرفه عن تلاميذ ورسل المسيح عليه السلام من خلال عهد الجديد نفسه ويمكن خارج العهد الجديد اللي احنا نعرفه عن تلاميذ ورسل المسيح قليل وضعيف جدا اغلب المصادر المسيحية التراثية القديمة الهامة جدا مفقودة وإن ما كانتش مفقودة فحال مخطوطتها في غاية السوق أحنا كنا عملنا فيديوهات مثلا عن الأباء الرسوليين اللي هم المفروض أباء الكنيسة الذين ارتبطوا بالرسل رسل وتلاميذ المسيح اللي هم يعني في مقام التابعين المسيح وأصحابه والأباء الرسوليين المسيح والرسل والأباء الرسوليين كتاب تاريخ الكنيسة ليشبس القيصري من الكتب اللي بتوضح لنا إن في آباء كان ليهم كتابات في غاية الأهمية وهذه الكتابات فقدت ولم تعد موجودة بين أيدينا اليوم كثير من الآباء الأوائل الآباء الرسوليين أو حتى آباء من القرن التاني أو حتى من القرن التاني لا نعرف عنهم إلا سطور قليلة جدا صعب في مثل هذه الظروف التراثية والتاريخية الفقيرة الهزيلة إنك تدعي سند فالشيخ رحمة الله الهندي هنا بيشرح إيه هو السند اللي احنا عايزينه وبعدين بيقول إن مثل هذا السند لا يوجد عندهم من آخر القرن الثاني أو أول القرن الثالث إلى مصنف الأناجيل وطلبنا هذا السند مرارا وتتبعنا في كتب إسنادهم فمانلنا المطلوب بل اعتذر القسيس كذا في مجلس المناظرة أنه لا يوجد السند الكذائي اللي انت طلبوا يعني عندنا لأجل وقوع الحوادث العظيمة في القرن الأولى من القرن المسيحية إلى ثلاثمائة وثلاثة عشرة سنة فهذا السند لا يوجد في كلام كليماندوس أسقو في الروم ولا أكناثيوس ولا غيرهما إلى آخر القرن الثاني لو حبيت ألخص موقف التاريخ المسيحي المبكر فيما يخص هوية كتبت الأناجيل أربعة هنقول الآتي بسبب من خلال التاريخ والتراث اللي ما بين إيدينا بنقدر نعرف الآتي أولا الأناجيل أربعة في الأصل كتابات مجهولة الكاتب بمعنى إن النص نفسه لا يدل على هوئية الكاتب وهذه الأناجيل فيما بعد تم وضع عنوين عليها المسيحيين بيسموا الأناجيل الإنجيل الأول الإنجيل الثاني الإنجيل الثالث الإنجيل الرابع وهذه الأناجيل وضع عليها عنوين متى ومرقص ولوقة ويحن فمتى هو الإنجيل الأول ومرقص هو الإنجيل الثاني ولوقة هو الإنجيل الثالث ويحن هو الإنجيل الرابع كفا هذه العنوين التي تنسب هذه الكتابات لأسماء معينة لم تكن موجودة هكذا من البداية هذه العنوين إضافات لاحقة في بعض العلماء على خلاف هي العناوين دي اضافت امتى تحديدا لكن غالبا من سنة 125 ميلادية وانت طالع 125-150 وانت طالع يعني من النصف الاول من القرن الثاني او من بدايات النصف الثاني من القرن الثاني طيب قبل كده قبل ما الاناجيل يتحط عليها عنوين هي عبارة عن عقيدة الكنيسة في من هم كتبت هذه الاناجيل قبل ما العناوين تتحط على الاناجيل هذه الاناجيل لم يتم الاشارة اليها باسماء اشخاص هم كتبت الاناجيل يعني من لقيش ابدا في تراث مبكر من القرن الاول ميلادي او قبل سنة 150 ميلادية ان حد بيقتبس وبيقول النص ده في انجيل متة او في الانجيل حسب متة او في انجيل موركوس او الانجيل حسب موركوس او في انجيل لوقة او الانجيل حسب لوقة امال كانوا بيشيروا الى هذه النصوص ازاي يا اما كانوا بيشيروا الى الانجيل النص ده موجود في الانجيل واحيانا هذا الانجيل كان ينسب الى يسوع كما قال الرب في انجيله كما قال يسوع في الانجيل وفيما بعد بدأت الانجيل وفيما بعد بدأت الاشارة الى الانجيل وتم تسمية الانجيل بمذكرات الرسل او كتابات الرسل لازم بس نكون فاهمين ان تقريبا في القرن الاول ميلادي اغلب الكنايس ما كانتش بتستخدم اناجيل لكن كانت بتستخدم انجيل معين كان معروف عندها علشان كده غالبا في كتابات القرن الاول ميلادي الاشارة كانت الى الانجيل واللي غالبا معناه الانجيل اللي احنا نعرفه لكن احنا ما بنسميش الانجيل ده نسبة لحد واحيانا كان بينسب ليسوع المسيح نفسه فدي نقطة مهمة ان الكنايس ما كانتش بتستخدم الاناجيل في البداية في القرن الاول كانت بتستخدم الانجيل وبعدين في القرن الثاني الميلادي بدأت الاشارة الى الاناجيل او مذكرات الرسل وكتابات الرسل واول واحد يشير بهذه الطريقة هو يوستينوس الشهيد احد اباء القرن الثاني الميلادي له ثلاث كتب مهمين جدا نصهم كبير الدفاع الاول والدفاع الثاني والحوار مع تريفول يهود والكتابات دي مترجمة الى اللغة العربية ومن القرن الثاني بدأنا نجد شهادات بتتكلم عن من هم كتبت الاناجيل اقدم شهادة بتذكر الاناجيل الاربعة وبتسمي الكتبة هو ارناوس اسكفليون في كتابه ضد الهرتقار تخلي بالك الكلام دقيق اقدم شهادة بتجمع الاناجيل الاربعة وبتقول لنا متى مرء اسلوكا يوحنى ارناوس اسكفليون في كتابه ضد الهرتقار وفيه خلاف بقى الكتاب ده بيرجع امتى بالزبط الغالب بيرجعه للقرن الثاني الميلادي ارناوس اسكفليون ده جاب المعلومات دي منين هو ده السند وبعدين بقى فيه نقطة هامة جدا جدا ارناوس اسكفليون بيذكر لنا معلومات المعلومات دي هل هي تنطبق على الاناجيل اللي ما بين ايدينا دلوقتي هي دي القضية الهامة جدا وبعدين فيه عندنا بعض الشهادات الاخرى الشهادات الاخرى القديمة بترجع لكتاب يوسابيوس القيصري تاريخ الكنيسة كتاب من القرن الرابع الميلادي يوسابيوس القيصري بينقل عن بعض الاباء الاوائل اللي كتابتهم حاليا فقدت او هذه النقلات اللي هو بينقلها فقد فزي ما قلت يوسابيوس القيصري في كتابه تاريخ الكنيسة اللي بيرجع لقرن الرابع الميلادي ذكر شهادة لأحد الاباء الاوائل اسمه بابيوس بابيوس اسقف هيرابوليس وكليماندس الاسكنداري الكتاب المفروض فيه نص كلام بابيوس مفقود والكلام اللي فيه نص كلام كليماندس السكنداري مفقود لكن كليماندس السكنداري في الاقتباس اللي ذكره يوسابيوس القيصري في كتابي تاريخ الكنيسة ما بيذكرش متة ومرقص وليوقة ويوحن بيذكر معلومات عن موركوس وبيذكر معلومات عن يوحن وبيقول الانجيلين اللي فيهم نسب يسوع ما بيسمهمش انجيل متة وما بيسمهمش انجيل لوقة فيبقى شهادة كليماندس الإسكنداري اللي موجودة في كتاب يوسابيس القيصري بتدينا معلومات عن موركوس وبتدينا معلومات عن يوحاني إرناوس أسقفليون في كتابي ضد الهرتقاط هو أول وأقدم واحد يتكلم عن الأربع يقول لنا متى وموركوس لوقة يوحاني بابيس بقى اللي هو المفروض أقدم شهادة أقدم من إرناوس وأقدم من كليماندس العلماء بيرجعوا شهادته لسنة 125 ميلادية زي ما قلت كتابه الأصلي مفقود يوسابيس القيصري اقتبس من هذا الكتاب اللي ما بقاش موجود بين إيدنا دلوقتي بابيس بيتكلم عن كاتب إنجيل متى أو بيقول إن متى كتب وبيوصف كلام وبيقول إن موركوس كتب وبيوصف كلام بس كما باقي الشهادات القديمة كتاب اسمه مقدمات الأناجيل ضد ماركيون ودي مخطوطة مجهولة الكاتب وحواليها خلافات شديدة جداً وكبيرة اتكتبت إمتى بالزبط وهكذا وبعديها وثيقة تانية اسمها القانون الموراتوري ودي وثيقة مجهولة الكاتب وحواليها خلاف شديد جداً جداً الوثيقة دي بترجع لسنة كام المفروض إنها كانت بتتكلم عن الأناجيل أربعة لكن بداية المخطوطة مفقودة والمفروض أول كلام واضح في القانون الموراتوري بيتكلم عن كاتب إنجيل لوكا وبعد كده كاتب إنجيل يوحن وبالتالي لو احنا فرزنا كل المصادر المبين إيدينا التي ترجع إلى القرن الثاني الميلادي لن نجد إلا إرناوس أسقفليون هو الوحيد اللي بيتكلم عن متى ومرقوس ولوكا ويوحن تخيل لما بنيجي بقى نجيب النصوص دي ونقراها بدقة وتمعون نشوف باب يسأل إيه عن مورقوس وإنجيلة ونشوف باب يسأل إيه عن متى وإنجيلة ونشوف إرناوس قال إيه عن الأناجيل أربعة ونشوف كلماندس الإسكنداري قال إيه عن الأناجيل الأربعة مع إنه ما ذكرش اسم متى ولوكا في شهادة يوسابيوس ونشوف ضد ماركيون قال إيه ونشوف القانون الموراتوري قال إيه لما نجيب كل هذه الشهادات ونتأمل فيها جيدا ونفهم كويس اوي هي بتقول ايه ونحاول نطبقها على الاناجيل لما بين ايدينا دلوقتي بنلاقي ان في مشاكل كثيرة جدا دي نقطة وبنلاقي ان بعض هذه الشهادات بتتناقض مع بعضها البعض ففي النهاية بنصل الى مرحلة هل هذه الشهادات بالفعل لها قيمة تاريخية وبنصل الى نتيجة من اتنين يا اما هذه الشهادات خاطئة وليس لها قيمة تاريخية او هذه الشهادات صحيحة وده صعب انه يتقل عن كل الشهادات لان في بعضها بيتناقض مع شهادات اخرى لكن لو افتررنا ان هذه الشهادات لها قيمة تاريخية فهي غالبا بتتكلم عن اناجيل ليست هي الاناجيل لما بين ايدينا دلوقتي وزي ما قلت احنا بنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في فيديوهات على قناة الدعوة الاسلامية بعنوان التقليد الكنسي حول كتبة الاناجيل تحت الاختبار اجزاء فيديوهات وبعد ما خلص هذه السلسلة هفوت عليها بالكامل وهعمل حلقة الخص فيها كل الاشكاليات عشان نصل في النهاية ان مستحيل يتقال ان فيه سند متصل وان التقليد الكنسي بيقدم لنا معلومات ما استطيع ان نثق فيها والكلام ده كله بناء على علماء مسيحيين محققين كانوا يتمنوا ان بالفعل المعلومات المبين ايدينا تكون موثوقة وتنطبق على الاناجيل المبين ايدينا لكن للأسف الموضوع فيه مشاكل كثيرة وكبيرة وضخمة الشيخ هنا بيقول ولا ننكر اشتهار هذه الاناجيل في اخر القرن الثاني او ابتداء القرن الثالث وما بعده اشتهارا ناقصا قابلا للتحريف غير مانعا النقطة دي مهمة ما مدى شهرة الاناجيل لازم نبقى فاهمين يا جماعة ان احنا بنتكلم عن مجتمعات مسيحية اغلبها ما كانش بيعرف يقرأ ولا يكتب وهذه الكتب في الاصل لم تكن منقولة شفاهة هي منقولة اصلا على ورق كلام على ورق كلام على مادة مكتوبة سواء ورق برضي او جلود حيوانات ايا كان والمسيحي علشان يعرف الاناجيل مكتوب فيها ايه كان غالبا بيحتاج يروح كنيسة وحد يقراله محتوى الاناجيل وغالبا ما كانش بيسمع محتوى الاناجيل غير في بعض الوعظات احد الاباء اللي كان عنده القدرة انه يحصل على نسخة من الاناجيل كان بيقرأ الاناجيل وبعدين يحضر الوعظة بتاعته وخلاص وبالتالي الاناجيل دي ممكن تكون بالفعل مشهورة بمعنى انه بالاسم كده ما بين المسيحيين احنا عندنا اربع اناجيل لكن هل نسخ هذه الاناجيل منتشرة في كل بيت لا الكلام ده ما كانش حيي ما كانش موجود اغلب المسيحيين ما كانش عندهم نسخ كتاب مقدس لان اغلبهم ما كانش بيعرف يقرأ ويكتب اولا وثانيا تكلفة عمل نسخة جديدة كانت باهظة جدا تحضير الورق وتأجير ناسخ وعملية النسخ كل ده كان مكلف وبالتالي عدد الناس اللي كان ممكن يكون معاهم نسخ من الاناجيل كان هيبقى عدد قليل جدا ومحدود والواقع بيقيد الكلام ده يعني لما نيجي نشوف عدد النسخ اللي من القرن الثاني الميلادي مفيش نسخ عليها القيمة بتحتوي على محتوى نصي معقول نقدر نستفيد منه بيرجع للقرن الثاني الميلادي لما نيجي نبص على مخطوطات القرن الثالث الميلادي بنجد عدد يعني بدأ يظهر من البرديات لكنها ليست كتابات كاملة واغلب هذه البرديات ناقصة واغلب هذه البرديات عدد ضخم من صفحتها بيبقى ناقص ومتدمر ولما بندخل على القرن الرابع الميلادي لأول مرة في التاريخ المسيحي بيبدأ يظهر لنا نسخة يونانية كاملة للعهد الجديد اللي هي المخطوطة الصينية لأن حتى المخطوطة الفاتيكانية ناقص منها الكثير من الأوراق ندخل على القرن الخامس نبدأ نجد بعض النسخ الكبيرة واللي أغلبها أيضا ناقص وحاجة صعبة جدا جدا فيه برضو نقطة مهمة القصة تكلم عنها لا يوجد السند الكذائي عندنا لأجل وقوع الحوادث العظيمة في القرون الأولى من القرون المسيحية لما جئنا تكلمنا قبل كده عن التاريخ اليهودي قلنا أن التاريخ اليهودي فيه حوادث عظيمة جدا أثرت على اليهودية وأثرت على مدى احتفاظها بتراثها اليهودي وكتبها المقدسة أهمها على الإطلاق السبيل بابلي لكن فيه حوادث أخرى هام من ضمن هذه الحوادث الهام جدا اللي أثرت على اليهود والنصارى على حد سواء ضمار أرشاليم في سنة سبعين ميلادية بسبب بعض الثورات اليهودي اليهود قاموا بثورة ضد الرومان الرومان قالوا بلاش وجع قلبه وجع دماغ أحنا هنبيد اليهود دون والنصارى في بداية الأمر كان بينظر إليهم في الأصل كيهود وتلاميذ المسيح عليه السلام في الأصل هم يهود والمسيح عليه السلام في الأصل يهودي يهودي يعني من نسل يهوذا يعني من بني إسرائيل فالرومان ما كانوش بيفرقوا ما بين يهود ونصارى بالنسبة لهم النصارى هرطقة يهودية فرقة يهودية والمسيح عيسى من مريم ده معلم لطائفة يهودية زي ما يحنى المعمدان كان معلما لطائفة يهودية مش فرقة معهم كلهم يهود فبسبب هذه الثورة اللي اليهود عملوها ضد الرومان الرومان ضمروا أرشاليم بالكابل وهدموا الهيكل كما تنبأ المسيح بحسب ادعاء النصارى ان الهيكل ده هيتضمر ولن يبقى منه حجر على حجر كثير من العلماء بيقولوا زي ما ريمونت براون قال في فيديو احنا نشرناه قبل كده ان دمار الهيكل تسبب فيه ضياع كل التراث المسيحي اللي تكون في كنيسة فلسطين وان النصارى اليوم لم يبقى بين أيديهم اي تراث مسيحي بيرجع الى ما قبل دمار أرشاليم الا رسايل بوليس وانجيل موركوس بس غير كده بنجد أيضا في كتاب تاريخ الكنيسة اليوسابيوس القيصارى انه بيتكلم عن ان اضطهاد الرومان للمسيحيين واليهود استمر استمر الغاية سنة 313 ميلادية لما الامبراطور قسطنطين اعلن انه اصبح مسيحي او على اقل تقدير رفع الاضطهاد عن المسيحية واعلن ان المسيحية ديانة من ديانات الامبراطورية الرومانية لكن قبل هذه اللحظة يوسابيوس القيصارى في كتابه تاريخ الكنيسة شرح ان كان فيه اضطهادات كثيرة عظيمة جدا على المسيحيين وان الكتب المقدسة المسيحية كانت تحرق في الشوارع وان اللي كان بيخب بكتب مقدسة كان بيتحرق هو وكتبه كل ده ادى الى ان النسخ المسيحية التي ترجع الى ما قبل القرن الرابع الميلادي عدد قليل جدا جدا وحالتها سيئة جدا اه بالنسبة للنصارى بالنسبة لهم بعض هذه البرديات في غاية الاهمية لكن في النهاية زي ما بقولك كده اغلب هذه البرديات بدايتها ونهايتها مفقولة واغلب صفحتها مش كاملة ومتدمارة وبالتالي لا تحتوي على نسخ كاملة من الاصفار الا نادرا وقليلا وكنت عملت فيديو وتكلمت فيه عن تمثيل نص العهد الجديد في البرديات القديمة ولأول مرة في تاريخ المسيحية في القرن الرابع الميلادي بنجد نسخة يونانية كاملة من العهد الجديد نسخة واحدة من القرن الرابع هم نسختين بيرجعوا للقرن الرابع الصينائية والفاتيكانية الصينائية كاملة الفاتيكانية نقصة السكندرية نقصة الأفرامية نقصة من القرن الخامس أنا عايزك بس في المقابل تشوف المسلمين عندهم قد ايه مصاحف ترجع للقرن الاول الهجري بس يعني احنا بنتكلم عن اقدم نسخة يونانية كاملة العهد الجديد قرن الرابع ميلادي والمسلمين عندهم مصاحف من القرن الاول الهجري مصاحف منسوبة لصحابة لا حولها ولا قوة إلا بالله مفيش مجال المقارنة يعني ده من الاخر لان الدولة الاسلامية لم تكن ضعيفة وبنفهم من كده بالمقارنة مع الاسلام ان المسيحية ربنا ما كتب لهاش الاستمرار اما المسلمين اه في بداية التاريخ الاسلامي الصحابة اتعرضوا للطهد شديد لكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة واقام دولة وحارب الكفار وحارب الفرس وحارب الروم واجل الكفار عن جزيرة العرب ومات وجزيرة العرب تحت سلطة المسلمين ومعه مئة الف صحابي على اقل تقدير اما بالنسبة المسيحية في عندك اتناشر تلميل وسبعين او اتنين وسبعين رسول انت لو طلعت كل الاسامي اللي مذكورة في العهد الجديد مش هتعد الاثنين وسبعين رسول مع الاخذ في الاعتبار زي ما قلت ان حتى اسماء الاثنى عشر في خلاف ما بين الانجلين اللي ذكروا القيمة سبحان الله هنا بيتكلم عن كلماندس الروماني وقال الكلام اللي انا قلته انه ينسب له مكتوب واحد في كتابين منسوبين لكلماندس الروماني لكن اغلب العلماء على ان الرسالة الاولى هي اللي فعلا كتابها كلماندس الروماني مين بقى كلماندس الروماني ده ما نعرفش يقال انه الاسقف الثالث لروما بعد بوتروس ما نعرفش عنه كتير ما نعرفش عنه حاجة تقريبا رسالة كلماندس الروماني في غاية الاهمية وتكلمت عنها في محاضرات الاباء الرسوليين لانها تعتبر اقدم كتاب مسيحي خارج العهد الجديد واغلب العلماء او يعني الرأي المستقر الان ما بين العلماء ان هذه الرسالة اتكتبت في نفس زمن رؤية يوحن اللهوتي يعني اواخر القرن الاول ميلادي الرسالة دي لما تجي تقراها لن تجد فيها ابدا الايمان بألوهية المسيح ولن تجد فيه ابدا الايمان بالثالوث وستجد بالفعل ان فيه ايمان مسيحي قديم موافق للي المسلمين بيقولوه بغض النظر بقى عن عقيدة الصلب والفداء لكن انا بتكلم من ناحية الثالوث وعقيدة ألوهية المسيح لان في النهاية كلماندس الروماني ده نفس خط بولس الرسول بيؤمن بالصلب والفداء لكن زي ما قلت بلكده ان غالبا بولس لم يؤمن بالثالوث ولم يؤمن بالتجسد والأهية المسيح كلماندس الروماني ده ما بيتكلمش عن الاناجيل الأربعة فانا مش عارف ايه وجه الاستشهاد بيه بهذا السيارة ده كتاب الاباء الرسوليون الكتابات المسيحية في المائة سنة الاولى باللغتين العربية واليونانية ترجمة مايكل هولمز ودي معلومات الطبعة الانجليزية الاصلية The Apostolic Fathers Greek Texts and English Translations Third Edition Addited and Translated by Michael Holmes هنا بيتكلم عن رسالة كلماندس الروماني الأولى فبيقول انها واحدة من اقدم الكتابات المسيحية الباقية حتى الان خارج نطاق العهد الجديد وان هي غالبا اتكتبت في نفس الوقت اللي يوحنى يكتب سفر الرؤية بيقول بالنسبة للكاتب الاصلي توحي وحدة الاسلوب بان الرسالة هي لكاتب واحد وبالرغم من ان الرسالة التي تم ارسالها نيابة عن الكنيسة كلها لم تذكر اسم كاتبها يعني الرسالة نفسها مجهولة الكاتب لا تدل على هويت الكاتب فان التقليد القديم المشهود له بالمصداقية ومعظم المخطوطات تحددها بانها عمل كلماندس والذي تظل هويته الدقيقة رغم ذلك غير واضحة يعني التقليد بينسب الرسالة دي لكلماندس الروماني يقول التقليد عنه انه الاسقف الثالث لروما بعد بطول ده اللي احنا نعرفه عنه الرسالة دي تكتبت امتى قالك وقت ما اثناء العقدين الاخيرين من القرن الاول طب بالنسبة بقى للاصفار اللي رسالة كلماندس الروماني الاولى دي كانت تعرفها النقطة دي مهمة هنا بيقول وحتى يدعم مجادلاته والتماساته كاتب رسالة بيدعم مجادلاته والتماساته بيعمل ايه فان الكاتب يلجأ كثيرا الى استخدام الكتاب المقدس الترجمة السبعينية سفر التكوين المزامير مع بعض المصادر المنحولة والمصادر غير المحددة يعني احنا مش عارفين هو جاب الكلام ده منين كما يعول ايضا على تقاليد تتناول كلمات يسوع لكن وهذا واضح ليست تلك المعروفة في الاناجيل الازائية يعني هو حتى لما كان بيقول ان يسوع قال كذا لما نيجي نشوف النص ده يسوع قال ايه بالدعائك النص ده مش موجود في الاناجيل ما بين ايدينا انت جبت الكلام ده منين عرفت الكلام ده ازاي ومن المؤكد بشكل واضح انه قد استخدم كورينثوس الاولى وربما روميا ورسالة العبرانين ايضا خلاف ذلك ورغم هذا ليست هناك من استنتاجات راسخة يمكن استنبطها بخصوص كتابات اخرى يمكن ان يكون قد اقتبسها من العهد الجديد وكاتب لك هنا دي دراسة يعني محققة فيما يخص مدى معرفة كاتب رسالة كلمندس الروماني الاولى الى اهل كورينثوس لاصفار استخدمها واقتبسها يبقى بأكد مرة تانية ان الاستشهاد بكلمندس الروماني في الموضوع ده ما لهش اي قيمة ولا له اي لازمة هو حتى لما كان بيذكر اقوال منسوبة ليسوع المسيح كان بيذكرها من مراجع احنا ما نعرفهاش ملهاش علاقة بالاناجيل الازائية او الاناجيل ما بين ايدينا هنا بيقول ووقع اتفاقا بعض فقراته موافقة لبعض فقرات انجيل من هذه الاناجيل المتعارفة في بعض المضمون فيدعونا تحكما انه نقل عن هذه الاناجيل وده غير صحيح مايكل هولمز قال لنا الخلاصة في الموضوع ممكن يكون في بعض الكلمات فيها تشابه لكن النص ده زي ما هو قطعا ولا شك هو لم ينقل من الاناجيل هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيلقي الضوء على مسألة ان في بعض النصوص المنسوبة للمسيح في الاناجيل بتشبه بعض الوصايا بتاعة كونفوشيوس كونفوشيوس ده الحكيم الصيني اللي بتنسابله الكونفوشيوسية والكونفوشيوسية في افضل احوال مهتمة بالاخلاق والاداب عن العقائد لكن العلماء بيسموها ديانة يعني مش مشكلة ده له علاقة بتعريف الديانة وانا كنت عملت فيديو كامل اتكلمت فيه عن الكونفوشيوسية ضمن سلسلة الاديان الوضعية وسأضع اللينك تحت في الوصف فهنا بيقول قال صاحب مش عارف ايه ان الاخلاق الفاضلة التي توجد في الانجيل ويفتخر بها المسيحيون هي منقولة لفظا لفظا من كتاب الاخلاق لكونفوشيوس الذي كان قبل 600 سنة من ميلاد المسيح في الخلق الرابع والعشرين من كتابه هكذا يعني ده كلام كونفوشيوس افعلوا بالاخر كما تحبون ان يفعل هو بكم ولكم حاجة الى هذا الخلق فقط وهذا اصل جميع الاخلاق طبعا انا برضو علقت على الكلام ده ان فيه تشابهات فيما يخص بعض الوصايا والحكم اللي قالها كونفوشيوس حتى مع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعني بالضرورة انه منقول وهو ده اللي عايز يثبته الشيخ رحمة الله الهندي هنا ان مجرد التشابه لا يعني النقل وبعدين الشيخ بيقول لو كان التصريح في كلامه بالنقل لكان هذا الادعاء في محله لكنه لم يوجد كل كتابات القرن الاول ميلادي ليس فيها عزو الى الاناجيل باسماء كتبة معينة واغلب العزو لكلمة انجيل فيما بعد الكلمة الاناجيل فيما بعد مذكرات الرسل او كتابات الرسل لاول مرة في القرن التاني سنة 25 مية وخمسين ميلادية وانت طالع نجد استخدام اسماء الانجيل بحسب فلان مات تمر اسلوقة يوحنة وفيما بعد انجيل فلان مات تمر اسلوقة يوحنة هنا هو جايب ثلاث عبارات ادعى ميستر جونز ان كلماندس الروماني نقل هذه الفقرة عن الاية الخمسة عشر من كذا من احب عيسى فليعمل على وصياته فكرة ان كلماندس الروماني كان يعرف انجيل يوحنة ده ابعد ما يكون خلي بالك زي ما مايكل هولمز قال في مقدمة كتابه عن الاباء الرسوليين اللي احنا لسه عرضينه ده ظهور كتابات الاباء الرسوليين للنور كان متأخذ وبالتالي في بعض الدراسات القديمة ليست دقيقة على الوجه الكافي وبعدين العلماء بدأوا يهتموا بكتابات الاباء الرسوليين اكتر وقت فزي ما احنا شفنا في مقدمة مايكل هولمز لرسالة كلماندس الروماني الاولى الى اهل كورينثوس معرفة كلماندس الروماني بالاناجيل الايزائية متى مرء سلوقة وما جابش سيرة انجيل يوحنى لان مش منطقي ان كلماندس الروماني يكون يعرف اصلا انجيل يوحنى لانه تقريبا كتب رسالته في وقت كتابة انجيل يوحنى فهيبقى اكتبس منه ازاي الله المستعد انا بيقولك من احب عيسى فليعمل على وصيته قالك ده هو اكتبس من انجيل يوحنى ان كنتم تحبونني فاحفظ وصاياتي الكلام ده مش صحيح هو لم يكتبس من انجيل اقصى ما يمكن ان يقال انه عرف هذه العبارة من التقليد الشفهي تقليد يعني مصدر تراثي غير محدد عرف من خلاله اقوال ليسوع المسيح فده بيتشابه مع اللي موجود في انجيل يوحنى لكنه هو لم ينقل من انجيل يوحنى فهنا الشيخ بيشرح عدم معقولية ان كلماندس الروماني يكون عارف انجيل يوحنى لان هو يا اما كتب قبليه يا اما في نفس زمنه فمستحيل يكون عرفه واقتبس منه العبارة الثانية نفعل كما هو مكتوب لان روح القدس قال هكذا ان الانسان العاقل لا يفتخر بعقله وليذكر الفاظ الرب عيسى التي قالها حين علم الحلم والمجاهدة هكذا ارحموا ليرحم عليكم اعفوا ليعفى عنكم كما تفعلون يفعل بكم كما تعطونا تعطونا كما تدينونا تدانونا كما ترحمونا ترحمونا وبالكيل الذي تكلونا يكالو به لكم هو هنا ذاكر عبارة على بعضيها يدعوا بقى ايه اصلي مش عارف ايه وايه وايه ده شبه اللي موجود فين في لوقة وايه 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 شبه اللي موجود فين في متى ده اي كلام فاضي زي ما قلت اقصى ما يمكن ان يقال هذا التشابه بسبب انه عارف هذه الاقوال من تقليد التقليد ده بيتشابه ده مش معناه انه نقل من الانجيل لانه لو كان نقل من الانجيل كنا هنلاقي الشبه واضح واضح جدا ان الكلام اللي موجود في متى ليس هو الكلام اللي ذكره كلماندوس روماني هو طبعا ممكن في بعض العلماء بيتسهلوا ويقولوا اصل هو كان يعرف هذه الانجيل وحفظ منها بعض الاشياء وبعدين لما كتب رسالته استعاد من الذاكرة فلخبت كله على بعضه ولم يلتزم بالحرفية طيب بتبتدي بقى انت تخترع السيناريو لا لشيء الا انك تنسو الرأي انه كان يعرف الانجيل وعلشان تثبت شيء لابد من دليل واضح ولا يوجد دليل واضح ايه الدليل الواضح انه الاقرب اننا ننسب معرفته لهذه الاكوال الى تقليد خارج العهد الجديد انه كثيرا ما اقتبس بعض الاكوال بينسبها اليسوع غير موجودة في الانجيل ما بين ايدينا فواضح ان هو بيرجع لمصدر ممكن يكون فيه تشابه مع الانجيل لكنها ليست هي الانجيل العبارة الثالثة اذكروا الفاظ الرب المسيح لانه قال ويل للانسان كان خيرا له ان لم يولد من ان يؤذي احدا من الذين اخترتهم وكان خيرا له ان يعلق في عنقه حجر الرحة ويغرق في لجة البحر من ان يؤذي احدا من اولاد الصغار طبعا فيه الشبه قال لك ده شبه اللي موجود في متة والشبه اللي موجود في موركوس والشبه اللي موجود في لوقة تيجي تشوف متة بيقول ايه وموركوس بيقول ايه ولوقة بيقول إيه تجد إنه هو لم يطابق أي واحد فيهم إن ابن الإنسان ماضي كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد هنا الكلام عن يسوع نفسه هنا ما بيتكلمش عن نفسه هنا بيتكلم عن أولاده الصغار التلاميذ يعني فيبقى مستحيل يكون الكلام ده نقله من متى طب متى من أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنق حجر رحة ويغرق في لجة البحر يعني مرة تانية في شبه لكنه ما هواش ناقل في موركوس من أعثر أحد الصغار المؤمنين به فخير له لو طوق عنقه بحجر رحة كذا خير له لو طوق عنقه بحجر رحة خلوا بالكو إن المقطع ده بنلاقيه في متى ومركوس ولوقة وفي الغالب لوقة ومتى نقلة من موركوس فلما تيجي تشوف حجم النص وطريقة الكلام تجد إنه شبه متطابق فعلشان كده بنقدر نفهم إن في نقل هنا حصل ما بين لأن أجيل إزائيه أما هنا فالنص أكبر بكتير ومختلف ويل للإنسان كان خير له أن لم يولد من أن يؤذي أحدا منها الذين اخترتهم وكان خيرا له أن يعلق في عنقه حجر رحة ويغرق في لجة البحر من أن يؤذي أحدا من أولاد الصغار هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول يعظ بوليس في الآية 35 من الباب العشرين من كتاب الأعمال هكذا تذكروا كلمات الرب يسوع أنه قال إن العطاء أكثر مغبوطا من الأغضاء فالنص في أعمال الرسل 20-35 متذكرين كلام الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأغضاء فين الكلام دا قاله يسوع في الأناجيل دا مش موجود فهو هنا الفكرة إن دا كان موجود عند المسيحيين في القرن الأول ميلادي إن كانت فيه تقاليد كثيرة منقولة عن المسيح عيسى بن مارين بعض هذه التقاليد حفظت في الأناجيل وبعض هذه التقاليد لم تحفظ في الأناجيل أربعة لما بين إيدنا دلوقتي لكن بعض الآباء اقتبسوها فلما تجد تشابه تقول إن الأب دا اقتبس من الأناجيل لا دا صعب جدا فبيكمل وبيقول فظهر من كلامه أنه لا يثبت جزما عند علمائهم أن كلماندس نقل عن هذه الأناجيل بل من ادعى النقل ادعى ظنا أنا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو وفي الفيديو القادم بإذن الله عز وجل نكمل كلام الشيخ رحمة الله الهندي عن الشاهد الثاني الذي هو أغناطيوس الأنطاكي أنا نسيت هو كان يقصد أنهي أبي مين أكناثيوس دا لكن هنا لما قال أسقف أنطاكيا المحقق بيتكلم عن أنطاكيا لكن مين هو أكناثيوس دا هو أغناطيوس أغناطيوس الأنطاكي أحد الآباء الرسوليين أيضا وموضوعه موضوع كبير لو حاز هذا الفيديو على إعجابك ما تنساش تعمل لايك للفيديو لأن دا بيساهم في انتشار محتوى القناة وما تنساش مشاركة الفيديو مع أصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تقدر تتابع كل جديد ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية فقم بزيرة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة